بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب مع حصة جديدة من حصة مستر ساينز مع مستر شريف الهواري آآ يا رب دايما بالتوفيق يا رب تكونوا سمعتوا الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن وعرفنا طبعا وعرفنا يا رب نكون في منها كويس نركنه على جنب شوية كده واكيد فاهمينه ان شاء الله آآ ده اللي كلمنا عنه الحصة اللي فاتت لو عايزين توصلوا للحصة اللي فاتت نضغط على لوجو القناة او نفتح الوصف الفيديو هحط لكم طبعا كل قائمة آآ هتدخلوا عليها هتفصلكم لكل الفيديوهات بس يا ريت نعمل لايك للفيديو لو عجبنا ونعمل شير لي كمان ويسبسكرايب للقناة يلا ما بعد يا ولاد كنا الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن آآ اللي هما طبعا والكيبوك تري وعرفنا كل واحدة فيهم بتعيش فين وبعد كده اتكلمنا عن يلا بقى نروح مع بعض نرجع للفيديو لو لسه ما شفناهش قبل ما نشوف الفيديو ده لأول مرة نشوف الفيديو اللي فات لازم يا ولاد آآ طبعا الشيط موجود تحت الفيديو في اول تعليق مثبت تحت الفيديو سواء حطه في الحصة دي او الحصة اللي فاتت فهو الشيط واحد للدرس كامل تعالوا بقى نشوف يا ولاد اول حاجة طبعا ايه يا ولاد النباتين اللي احنا هندرسهم بالتفصيل بقى عشان نعرف ازاي بيعملوا يعني تكيف او بقاء على قيد الحياة نبدأول حاجة اكيشا تري اكيشا تري ليه بيقول عليها امبريلا شيبت تري مستر احنا شفنا شكلها وعرفنا ان هي بتاعها المسكن بتاعها مسكنها فين بتعيش فين طبعا ايه كويس ايه مستر قد اول معلومة اول معلومة ان هي اوعى تنسى ممكن يجيلي في الامتحان يقولي كده او اتسهابتت طبعا ويقولك اختار اختار طبعا طبعا احنا اتفقنا من الحصة اللي فاتت الحصة اللي قبلها كمان كنا اتفقنا عن في حاجة اسمها تعالين ده اول حاجة يا ولاد ايه هو الاستراكشورال ادابتيشن في الاكيشا تري يا ولاد نمبر وان الروتز بتاعها استانوا بس استانوا لا ركز معايا عشان ماتتهش احنا قلنا الاستراكشورال ادابتيشن يعني حاجة في البطي استراكشورال حاجة في الجسم تمام النبات يا مستر ليه جسم اه طبعا الاوراق اي حاجة في التلاتة دول يبس معها استراكشورال ادابتيشن اتفقنا? يلا بقى ارجع معايا دانا. الروت نبدأ بالروت هل في استراكشورال ادابتيشن ان ذا روت او اكيشا تري اه في يا مستر ايه هو الادابتيشن يا ولاد? تعالوا نشوف. لا استنى كده ركز. احنا الحصة اللي فاتت ولازم تكون شفتها السابانا فوريس قلنا ان فيها يعني نقص في المية والرين فيها الامطار فيها ممكن تكون مرة واحدة في السنة صح? طب لازم يولد بقى عشان كده ايه يا ربنا يعوضها ان بتاعتها ان نزلي تحت تحت خالص عشان توصلي لاكبر كمية واكبر منطقة فيها او اكتر منطقة فيها مية. تجيب لنا المية من تحت خالص. تمام كده يا ولاد? يبقى الروت بتاعها ايه? تمام? بيسموها باسم ايه يا ولاد? بيسموها باسم تابروت. تابروت اللي هي يعني يعني آآ جزور شريطية طويلة وصل تحت. يعني بتفضل تحاول توصل المية على قد مطيقة. لدرجة يا ولاد ان الروت بتاعتها ممكن توصل خمسة وتلاتين متر تحت الارض. متخيلين يا ولاد? يعني ممكن مسلا ارتفاع عمارة عشر تدوار. تخيلوا? ده بتاعتها تحت بقى تحت الارض. قد عمارة عشرة تدوار. ليه يا مستر? ممكن بتقولي بقى في الامتحان ادي اجابة سهلة خالص ايه? او عشان توصل للمية على قد ما تقدر من عملك. طيب بتاعها اللي هو يعني الساق بتاعتها الجزع بتاع الشجرة اللي هي يا ترى عامل ازاي يا ولاد. اول حاجة طبعا بيكون طويل. السن بتاعتها او الجزع بتاعها بيكون طويل. طبعا جراف. يا احنا مفيش مية. وكمان عايز تاكل الورق بتاعي. صح? انا عايز اعمل وعايز اجيب مية على قد ما اقدر. وحافظ على المية بتاعتها تاكل الورق. فربنا سبحانه وتعالى عمل لها. بتاعها طبعا. يعني مش تتاكل بسهولة. عالية. عالية قوي. طيب الاكاشة طبعا ترانك. بتخزن المية فين كمان? في ترانك ده. تخيل انك انك عندك خزان مية بالطول ده كله. تمام? فاكيد هتخزن مية كتير. عاملين كده زي كده اللي هو عارفين الجمل ظهر وكده بتبقى عاملة كده. عشان يخزن فيها الاكل والماء. تمام كده يا اولاد? طب وطا بقاوت الاوراق. تعالوا بقى نشوف بتاعتها يا اولاد. طبعا اول حاجة من صفات بتاعت ان هي عاملة كده. ايه ده يا مستر? هي دي الورقة? اه. بصوة عاملة ازاي? بتكون عاملة زي الشوك يا اولاد? زي كده الاشواك. يبقى يعني في اوراق صغيرة جدا. صغيرة طايني طبعا يعني صغيرة جدا. على كمتها فوق. ليه يا مستر? ليه اولاد? طبعا او عشان تقدر تمسك المية او تمنع عن المية تخرج منها بسهولة. يعني يا اولاد. يعني وهي عاملة تمتص الضوء الشمس عشان تعمل الفوت بتاعها. ممكن مية بتخرج منها. لكن هي عايزة تمسك المية دي او تحافظ على المية دي. لان طبعا الفوتوستانسيز احنا عارفين الفوتوستانسيز بروساس. فطبعا لازم تكون او راق صغيرة جدا. تمسك المية اثناء عملية امتصاصها المين للسنلايت. ضوء الشمس. ايه كمان? يعني اشواك حدا كده في الورق بتاعها. ليه يا مستر? عشان تحميها من الحيوانات طبعا اللي جاعينا اه اللي ممكن تحاول ان هي تاكلها. طيب ايه كمان? اول حاجة يا ولاد طبعا ان في ملحوظة مهمة. وقال لك يعني تقدر ان هي تعيش في شهور طويلة من الجفاف في البيئة بتاعتها. سبحان الله. يعني هي مستر تقدر في فترة الجفاف اللي ما فيهاش مطر دي تقدر تتعايش اطمع ان هي بتخزي النماء في بتاعها. عشان تحافظ على المية. اه ومتخرجش المية منها. اه كل الحاجات دي ولاد تقدر تعيش وتستحمل اللي هو الجفاف يعني. زي ما احنا قلنا بتخزن المية زي بتاع الكامل بالضبط اللي هو ضهر الجمل اللي احنا عارفينه ده. تمام كده اولاد? طيب. كده خلصنا. طبعا. طبعا بقى. اللي هو السلوك بتاعها. يعني بتعمل ايه? يعني ايه الحاجات الوظائف اللي بتعملها? تمام? او الحاجات اللي بتعملها عشان خاطر تقدر تتكيف مع البيئة او تعالوا نشوف حاجات غريبة جدا تستغربوها. اول حاجة تدافع عن نفسها زي ما هتشوفو دلوقتي. اول حاجة. يعني يا مستر بتطلع سم. بص بس سلوكياتها. خلي بقى لك بقى. بيحاول نهو يقولها. مش كده وبس بقى كمان. هتطلع مادة سمة. المادة دي تخلي طعم الورق وحش جدا. فلو جات بقى اي كائنية كل اكل الاوراق بتاعتها هيقول لك ايه ده طعمها وحش انا ماشي مش هقول شجرة دي تاني. تمام كده. اه نمبر ايه كمان بقى ده مش فتزكت على كده. دي بتعمل يعني بترسل رسائل عطرية. يعني اكنها فواحة كده بتطلع على ريحة بتاعتها. في الهوى تخيل يا ولاد سبحان الله. بتبعت رائحة كرسالة كده للأشجار الأكيش يا ولاد اللي هي الأكاسيا العربي. اللي قريبة منها تبعت لها اشارة كده. كانتها بتقولها ايه? بتقول لها اه طلعي المدى السماء بتاعتك عشان فيه هنا حيوانة هيجي يا اكلك انت. طبعا باش انت طعمك حلو وانا طعمي وحش. فلا يبقى طعمنا زي ايه? زي بعض. سبحان الله. طبعا بشي بتتكلم كده. طبعا او طبعا او طبعا سميلي ماسج طبعا سوري للأشجار اللي جنبها تمام يا ولاد? كده عرفنا ممكن يجيلي في الانتحان يقولك كده. هقول له ايه طبعا يعتبر اي نوع من انواع الادابتيشن يعتبر يلا ندخل على التري التاني. اللي هي مين يا ولاد? اللي هي قلنا هما الاتنين مشهورين بالكلمة دي. طيب بتعيشي فين يا كيبوك تري? بتعيش طبعا ان امازون رينفورست اوف برازيل. واللي تعايز يعرف صفات عن الامازون رينفورست اوف برازيل. يرجع لي الفيديو اللي فات. هنكون شرحينه بالتفصيل يا ولاد. طب عايزين يا نعرف بتاعك العادة? تعالوا نبدأ بال الادابتيشن. كالعادة هنتكلم عن الروت والليفز. نبدأ اول حاجة يا ولاد بالروت. الروتس بقى في الكيبوك تري ستي فرملي روتد. يعني جزور مترسخة في الارض. لو تفتكروا ليه? هتفتكروا ليه ان احنا قلنا في الرينفورست ا امازون رينفورست يا ولاد قلنا ان فيها سترونج ويند. فربنا سبحانه وتعالى عشان يخلي الشجرة دي تقدر تعيش في في دي عمل لها يعني جزور رسخة في الارض مسكة طبعا طبعا ان جزورها عريضة وكمان طبعا عشان تتغلب على الريح الشديد. بيسموه باسمي بقى بيسموه باسم باتريس روتس. باتريس روتس. يبا لو قال لي في الامتحان. هتختار ساعتها باتريس روتس. ماشي يا مستر? يا ولاد دي اه دي يا مستر هل هتنزل تحت قوي كده في الارض زي الاكيشة تري? لا طبعا. هي عندها مية اصلا. هتنزل تجيب مية من تحت لي. صح? يبقى هنا يعني مش بتزرع تحت قوي. اللي بيك حتى الروتس بتاعتها مش بتنزل تحت قوي. ليه يا مستر? طبعا طبعا بط زي جرو هاي اب اون اتس ترانك. الغريبة يا ولاد ان الزي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده ان الروتس بتاعتها بتكون قريبة من الترانك بتاعها من الجزء. طبعا طبعا عشان تمسكها كويس في الارض الراطبة دي لو تفتكر برضو كنا قلنا عن ان هي يعني راطبة. طور بطارية طينية. بتاعتها متوصلة او بتطلع فوق او بتنمو الاعلى يعني هاي اب اون اتس ترانك. ليه يا مستر? to hold the tree firmly in the soji side. ايه كمان? some of these truths can start up to five meters above the ground. تخيلوا يا ولاد? يعني ممكن الروتس بتاعتها تطلع فوق او تبدأ من خمسة متر فوق الارض. فوق الارض يبدأ الروت. طيب ده يا مستر اللي هو الروت. what about leaves? او راها ايه? it has handed shaped leaves. الورق بتاعها عامل زي الهند زي زي الايد. هتشوفوه دلوقتي. with narrow parts. واجزاء بتاعته ضيئة يعني ايد كده الصعوبة بتاعتها ورايبة من بعضها. give reason to allow wind to move more gently through the leaves. عشان الرياح تقدر تعدي يا ولاد. لو هي ليف عادية كده. اللي احنا عارفينها. الهواء يفضل يحرك فيها ممكن يقطعها. لكن بتاعتها بتكون زي ما احنا شوفنا كده. شبه الكف بتاع الايد. ليه يا مستر? to allow wind to move more gently يعني ايه كلمة more gently يعني برفكة او بلطف. through leaves without tearing them. من غير ما تيرينج دم يعني تمزكها تقطعها. طيب ايه كمان? ملحوظة مهمة. يعني يا ولاد يعني الرياح بتاخد ساعتها بتاعتها البزور بتاعتها وتنشرها فين? في في الغابة. طيب. what about its behavioral adaptation? احنا كده اتكلمنا عن بتاعها. what about behavioral adaptation of key book three? leaves of key book three? ما لها يا مستر? يوزيز طبعا the wind to send different type of messages. برضو يا مستر? الورقة بتاعها ببعت رسائل عن طريق الويند اه. تمام كده? then the acacia tree where the key book three invites pets. اه دي بتبعت رسائل بقى المين للخفافيش. to come visit it's delicious طبعا. عشان تيجي تشم الرائحة بتاعتها. آآ للفلاورز بتاعتها رائحة الفلاورز بتاعتها. through these طبعا عن طريق الرسائل ديت. طب ليها مستر بتستدعي الخفافيش كده? عشان تحصل لها من الحاجة اسمها وطي تتكون هتعرفوها ان شاء الله بعد كده ان شاء الله. كده خلصنا وخلصنا ان شاء الله الحسة اللي جاية هنتكلم على انواع مختلفة من النباتات والادابتشن بتاعهم ونبخلصنا الدرس بتاعنا مع حل اسئلة يا ولاد ان شاء الله. آآ كل التقافيليكم ونشوفكم على خير. ما ننساش نعمل لايك للفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته.